تتواصل فعليات مهرجان العالمين الجديدة حتى الـ 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين وتستمر الفعليات المهرجان على مدار 45 يوماً تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعليات الرياضية والمصابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم وحول فعليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم فعلياته معنا من هناك مرسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية أطلعنا على أبرض هذه الفعليات أهلاً وصهلاً بكم وبكل أستاذ المشاهدين نرحب بكم مجدداً من مدينة السحر والجمال من مدينة العالمين الجديدة مازلنا نتابع معكم فعليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى ونحن في اليوم الثالث المليء بالفعليات الهامة الترفيهية الرياضية والفنية دعونا بداية ننقل لكم الأجواء المبهجة التي انتهى بها اليوم الثاني من الفعليات مساء أمس التي كانت باستكمال بطولة التكبول ثم الفعالية الأهمة التي شهدت حضوراً كبيراً من الزائرين ومن الجماهير المشجعين لنجوم التحدي الذهبي هذه هي الفعالية تحدي أو جيل التحدي الذهبي الذي كان بمشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية كان هناك أربع فرق نتحدث عن فريق لكابتن حازم إمام فريق لكابتن حسام غالي وفريق لكابتن محمد فضل ثم أخيراً فريق لكابتن أحمد حسن عميد الكرة المصرية النتائج التي انتهت بها هذه المباريات فريق كابتن محمد فضل يعني استطاع أن يتغلب على فريق كابتن أحمد حسن بفوزه بعشرة أهداف مقابل تسعة أهداف بعد ضربات الجزاء وأيضاً فريق كابتن حسام غالي استطاع أن يتقلق ويحرز أربعة أهداف ويفوز بالمباراة أمام كابتن حازم إمام لكن كان هناك أجواء من التشجيع تعيد الأذهان إلى تشجيع أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010 من خلال النجوم الموجودين مثل الهتفات والتشجيع مع كابتن عصام الحضري مع كابتن محمد ناجي جده فبالتالي كانت أجواء مبهجة وكانت المدرجات ممتلئة عن آخرها بعدد كبير من الزائرين المدرجات التي أعدت لاستقبال ويعني تسع لما يقرب من ألفي متفرج وألفي زائر فبالتالي كل هذه المدرجات كانت ممتلئة وكانت تشجع النجوم ونا كنا نشاهد مباراة كرة قدم شاطئية جميلة وسط أجواء من حالة التقصى الممتعة وأجواء مدينة العالمين فهذا الشاطئ وهذه المدرجات تتواجد بين أبراج مدينة العالمين وشاطئ البحر المتوسط وعندما تحدثنا أيضا مع بعض الزائرين والجمهور الذين تواجدوا بكثرة في هذه المدرجات للتشجيع عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بهذا المهرجان خاصة هذه الفاعلية التي مكنتهم من قضاء وقت ترفيه ورياضي وأيضا متابعة هؤلاء النجوم يعني الذين افتقدوهم كثيرا خلال الفترة الماضية وأيضا ينتظرون بكل شغف وحماس للفعاليات القادمة التي سيشهد المهرجان أما اليوم فنحن على موعد مع استكمال هذه الفعاليات ستكون هناك المباريات النهائية لبطولة التكبول ثم المباريات النهائية لجيل التحدي الذهبي فريق كابتن محمد فضلي سيكون أمام فريق كابتن حسام غالي للمنافسة على اللقب والمركز الثاني ثم فريق كابتن حازم إمام وفريق كابتن أحمد حسن للمنافسة على المركز الثالث والرابع وفي نهاية هذا اليوم سيكون هناك حفلة فنية رائعة من خلال يعني إحدى الفرق الموسيقية التي ستحيي حفلا في هذا الشاطئ الذي يتواجد به هذه الفعاليات اليوم فنحن نتحدث عن حضور كبير في هذه الفعالية أيضا الوصول إلى هذه الفعاليات وحضورها سهل للغاية عن طريق الحكز عن طريق موقع تذكرتي فبالتالي يستطيع الزائر أو المتفرج الذي يريد أن يصل إلى هذه المدرجات وهذه الفعالية أن يصل بسهولة ليتمتع بكل الخدمات الترفيهية الموجودة في مدينة العالمين أيضا مدينة العالمين في الشوارع المختلفة تتأهب وتستعد لاستقبال باقي الفعاليات خلال الأيام القادمة من خلال الممشى السياحي وأيضا المنطقة الترفيهية والمصرح الروماني الذي سيستضيف بعض الفعاليات بالإضافة إلى مدينة الفنون أيضا بالإضافة إلى أنه سيكون هناك خلال الأسبوع القادم عدد كبير من الحفلات التي سيشارك بها عدد من نجوم وفناني الوطن العربي وأيضا سيكون هناك بطولات رياضية أخرى بطولة التجديف والجودو وأيضا البادل فبالتالي يعني مهرجان ترفيهي فني رياضي متنوع بكل الفعاليات الرياضية الفنية التي يستطيع من خلالها أن يتمتع بها الزائرون ويتمتع بها كل المواطنين والزائرين سواء من مصر أو من الوطن العربي أو من مختلف دول العالم فبالتالي مدينة العالمين ترحب بكل زوارها وأهلا بكم في العالم عالمين هذه هي الصورة والفعاليات أهم الفعاليات التي ستكون في اليوم الثالث لمهرجان العالمين الجديدة من مدينة السحر والجمال عودة إليكم مرة أخرى